من الصعب الحديث عن الاقتصاد في زمن الكورونا التي تسببت في ركود للاقتصاد في كل دول العالم باستثناء الصين وإذ ساهمت الإجراءات الصحية الخاصة بالكوفيد-19 في الحد من انتشار الجائحة بقدر كبير إلا أنها عطلت بشكل محسوس النشاطات الاقتصادية لا سيمة في قطاعات النقل، البناء، السياحة، الفندقة والحرف الصغيرة ارتباط الاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات بنسبة كبيرة جعلته يتأثر مباشرة بتراجع أسعار النفط حيث تراجعت مداخل سونتراك لتصل إلى 23 مليار دولار وبغرض تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات تمت سياغة قانون جديد والذي من المتوقع أن تصدر نصوصه التطبيقية في الأيام المقبلة كما وقعت سونتراك على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كبرى شركات النفطية والغازية وتزامنت جائحة كورونا مع تراؤس الجزائر لمنظمة الأوبك لمدة سنة كاملة الجزائر ترعصت مجموعة الأوبك ووظفت كل الثقل التاحة من أجل المحافظة على التوافق والاتفاق الذي تم في تخفيض الإنتاج من أجل مع أوبك بلاس يعني مع دول خارج الأوبك من أجل إعادة الاستقرار والتوازن للسوق البترولية قطاع المناجم عرفه والآخر دفعة جديدة حيث أعطى رئيس الجمهورية ضوء الأخضر خلال اجتماع لمجلس الوزراء للشباب بالتنقيب عن الذهب في الصحراء وهي سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة وتسهيلا منها للاستثمارات الخارجية أقرت الحكومة جملة من التدابير أبرزها مراجعة القاعدة تسعة وأربعين إحدى وخمسين بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية سنة 2020 كانت صعبة ومصيرية أيضا بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية هذه المؤسسات انهارت في أول امتحان لها أمام الجائحة على غرار أنيام، أني، سيديغ، كنان والجوية الجزائرية المشهد الاقتصادي لم يكن قاتما لهذه الدرجة بل تخللته بعض النتائج الإيجابية في مجالات صناعات الصيدلانية ومواد البناء حيث رفع مجمع جيكا من حجم صادراته من الإسمنت كما حقق قطاع الفلاحة نتائج جد مرضية قطاع التجارة من جهته خطى خطوات معتبرة في الرقمانة كوفيد-19 أحدث شللاً في الاقتصاد لكن الخبراء يقولون إن الجائحة يجب استغلالها لمراجعة طريقة تسيير المؤسسات الكبرى وتحديد الأهداف الاقتصادية المرجوة لذا جاء برنامج الإنعاش الاقتصادي لسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البرنامج متكون من 37 محور موزعين على العديد من القطاعات من بينها المؤسسات الناشئة وبتعليمات من رئيس الجمهورية استفادت المؤسسات الناشئة من صندوق للتمويل هذا مشروع لأقربه رئيس الجمهورية مشروع بناء وهدف لبناء جزائر جديدة وبناء اقتصاد جزائر 100% وبخصوص السنة الجديدة يبدو الخبراء تفاؤلهم نتوقع أن الاقتصاد العالمي يبدأ في مرحلة الانتعاش نتوقع ارتفاع الطلب على البترول وبالتالي ارتفاع اسعال البترول نتوقع عودة الناشاط الاقتصادي إلى الظروف الطبيعية وبالتالي كل هذه العوامل ساعة نتوقع أن تكون ظروف اقتصادية أفضل سواء في الاقتصاد العالمي أو بالنسبة لاقتصاد الجزائر إذن أيام قليلة تفصيلنا على بداية سنة جديدة يتأمل فيها المواطنون والخبراء خيرا بالنسبة للجانب الاقتصادي اشتركوا في القناة